الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم بإذن العلي القدير التعليق على متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى ودائما لنا وقفات مع الحديث الثالث الذي هو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب إذ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أواه البخاري ومسلم تكلمنا في الحصة الماضية عن إقامة الصلاة وكذا عن إتاء الزكاة وبينا أن الزكاة لا بد منها لبناء المجتمع المسلم الذي يتكافل أفراده ويتعاونون على الخير وعلى البر والتقوى يحس الغني بالفقير يحس الغني بإخوانه ويجعل ماله حيث يرضاه الله تعالى لأن المال مال الله تعالى والله عز وجل يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فعلى الغني أن يستحذر أن هذا المال الذي في جيبه هذا المال الذي في يديه هو لله تعالى فعليه أن ينفقه حيث يرضاه الله حيث يريد الله سبحانه وتعالى وتكلمنا كذلك أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال في موضعه أن لا يضيع لأن المال به قوام الحياة لهذا شرع الله تعالى الزكاة لكي لا يكون المال دولة بين الأغنياء كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم الشاهد فعندنا ركن بدني وهو الصلاة بدني خالص والزكاة ركن مالي والصوم ركن بدني والحج ركن بدني مالي اشترك فيه عبادة بدنية وعبادة مالية فيه إنفاق وفيه بدل جهد بدني الملاحظ في هذا الحديث في رواية البخاري تقديم الحج على الصوم كما ذكرنا في الحصة الماضية المشهور في الأحاديث الصحيحة كما مر معنا في حديث جبريل عليه السلام تقديم الصوم على الحج ولكن كيف ورد هذا الحديث بتقديم كيف وردت هذه الرواية بتقديم الحج على الصوم اختلف أهل العلم في توجيه هذا والحاصل نختصر الكلام اختصارا البخاري رحمه الله في صحيحه اعتمد على هذه الرواية التي فيها تقديم الحج على الصوم وبنى عليها ترتيب صحيحه الذي هو أصح كتابه بعد كتاب الله بنى عليها ترتيبه حيث قدم الحج على الصوم فعنده كتاب الحج وبعده كتاب الصوم فاعتمد على هذه الرواية قال بعض أهل العلم وذلك لأن جنس الصوم عبادة بدنية فجنسه ممثل في الصلاة لهذا قدم عليه الحج ها هنا فعندنا الصلاة عبادة بدنية ثم الزكاة عبادة مالية ثم جاء الحج اللي هو بدنية مالية اخر الصوم لأنه من حيث الجنس عفوا من حيث الجنس هو مضمن في الصلاة التي هي عبادة بدنية هذا توجيه بعض أهل العلم كذلك بعض أهل العلم ومال إليه الحافظ بن حجر هذا الثاني الذي سأذكره قالوا إن هذا من تصرف الرواة أي أن بعض الرواة روا بالمعنى ويدل لهذا ويؤكد هذا ويؤيده أنه جاء في صاح مسلم وقع في صاح مسلم من رواية من رواية ابن عمر نفسه تقديم الصوم على الحج كما هو الأصل لهذا قال بعض العلماء ومال إليه الحافظ أن هذا من باب الرواية بالمعنى فقدموا وأخروا المهم أركان الإسلام أيها الإخوة الكرام خمسة الشهادتان لا إله إذا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت كما ذكرت عبادة بدنية مالية وقد اشترط الله تعالى فيه الاستطاعة إن قال قائل لماذا اشترط الاستطاعة في الحج مع أنه كل العبادات القاعدة فيها لا تكليف إلا بمقدور كلها تشترط فيها الاستطاعة قال أهل العلم ذلك لأن الحج فيه مشقة زائدة على بقية العبادات فصرح فاشترط الله تعالى فيه الاستطاعة ليخفف ليخف على الخلق ويخفف على الناس ولا تكليف إلا بالمقدور كما ذكر أهل العلم إذن ماذا يستفاد من هذا الحديث أعظم فائدة أركان الإسلام خمسة بعض الناس إذا رأى من يعلم الناس ويعلم المسلمين ويعلم العامة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة ربما يقول هذا لا فائدة منها لأن كل الناس يعرفون هذا هذا خطأ عظيم أيها الإخوة الكرام أمتنا اليوم مهددة في القطعيات فضلا عن الجزئيات والتفاصيل والتفصيلات فأي مهددة اليوم في القطعيات يوجد اليوم في الأمة من يشكك في ثوابت في ثوابت الأمة من يشكك في الصلاة يشكك في الحجاب يشكك في تحريم الخمر يشكك في الزكاة في مقاصد الزكاة فينبغي أن نعلم النشأ أركان الإسلام كليا وجزئيا بالإجمال وبالتفصيل نعلمهم أركان الإيمان علينا أن نعلمهم المعتقدة الصحيح لأن أهل الباطل لا يمكنهم أن يبثوا سمومهم إلا إذا وجدوا جيلا خلوا من علم الشريعة خاليا من تعريف من معرفة دينه ومعرفة ربه ومعرفة أحكام دين الله سبحانه وتعالى لهذا لو أن إنسانا كما ذكر بعض من شيخنا الفضلاء قد استمعتها مرارا من شيخنا العالم حافظه الله شيخ بن حنفي العابدين لو أن داعيا أو مصلحا يشتغل سنين بتعليم الناس القطعيات الشرعية الصلاة والزكاة والحج والصوم وأحكام الحجاب وأحكام الخمر وأحكام تحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الرشوة لو اشتغل بتعليم الناس القطعيات لكان مصلحا أيما إصلاح لأن اليوم الأمة مهددة حتى في القطعيات ورد اليوم من يطعم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من يشك في القرآن يشك في الأحاديث الصحيحة يشك في صحيح البخاري في صحيح مسلم فلابد أن نعلم أبناءنا ثوابتهم حتى لا يغتروا بسفه السفهاء وجهالة الجهلاء نسأل الله تعالى أن يختم لنا وإياكم بالحسنة نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطيه شكر وإذا ابتليه صبر وإذا أذنبه استغفر وبهذا نكون قد ختمنا التعليق على الحديث الثالث وفي الحصة القادمة بإذن الله نالج إلى شرح الحديث الرابع نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة